هل انطلقت فعلاً رصاصة نووي من باريس؟ وهل فتح الرئيس إيمانويل ماكران باب جهنم على العالم؟ تصريحات مثيرة أطلقها ماكران حول اقتراح بإرسال قوات برية غربية لأوكرانيا سبقتها تصريحات أشد إثارة مفادها استعداد فرنسا وضع سلاحها النووي تحت تصرف الأوروبيين معتبر سابقة من نوعها تصريحات لم يتجاوزها الكريملين هذه المرة وعلق عليها تارة بالانتقاد الشديد وتارة بالسخرية تصريحات ماكران المثيرة بإقحام قواته في الصراع أثار زوبعة في صفوف المعارضة معتبرينها إعلان حرب على قوة نووية ما يساوي نظريا إعلان حرب عالمية فهل كانت تلك التصريحات مجرد زلة لسان؟ أم أن لدى ماكران خطة يجهلها الجميع؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر